اشتركوا في القناة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ماء للبرودة في أول الليل بارد في أغلب الأنحاء على آخر الليل هيئة الأرصاد بكتوقع كمان أن يشهد اليوم أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 50% فرص أمطار خفيفة للمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة 30% بالنسبة لدرجات الخرارة اليوم السبت القاهرة العظمة 19 درجة والصغرى 13 اسكندرية 19 درجة والصغرى 14 مطروح العظمة 18 والصغرى 14 سهاج العظمة 20 درجة والصغرى 11 هنا العظمة 22 درجة والصغرى 13 وأسوان العظمة 23 درجة والصغرى 14 في سياق آخر وحسما للشائعات والجدل الدائر في الأسواق من فترة عن أزمة الأرز طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافس المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 14 جنيه ونص لكيلو الأرز الأبيض المعبد بجانب أيضا طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10 جنيه ونص وزير التموين الدكتور علي مصلحي قرر كمان السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل المضاربهم أو المخازن التابعة لهم ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تجديد الرقابة بالتأكد من الالتزام بالأسعار والقرارات الصدرة في هذا الشأن مع استمرار مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الإختارات المقدمة لهم من حائز الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب واللي هتكون مستوفى لكافة البيانات الوردة بالاستمارة المعدة لذلك نروح لإنجاز جديد حققوا فريق جراحي مستشفى بنها الجامعي في اسم جراحة القلب والصدر اللي نجح في إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالصدر اخترقت قلبه وقدت لنزيف شديد لمحيط القلب كاد النيودي بحياته تمت السيطرة على نزيف وقياطة الجرح النافذ وخرج المريض من العمليات ومازال بيخضع للمتابعة الطبية كان المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعية الدكتور عمر الدخاخني وضح إن فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر أجرى جراحة عاجلة وطرقة في تمام الساعة التانية صباحا واستطاع إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالصدر اخترقت قلبه وقدت لنزيف شديد بغشاء محيط القلب كاد إنه يؤدي بحياته وتمت السيطرة على النزيف ننتقل لخبر آخر مهم وبيعتبر نقلة نوعية في تاريخ قطارات سكك حديد مصر تنطلق اليوم أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من محطة مصر برامسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية كما سيكون موعد التشغيل السابت لخطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غدا الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 دقائق صباحا من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برامسيس ومن الساعة الثانية عصرا من محطة مصر برامسيس متجها لمحطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية حيث ستم تثبيت الموعدين في جداول التشغيل يوميا مع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على قط القاهرة أسوان إلى جانب قط القاهرة إسكندرية فليني أقول لحضراتكم أن تشغيل هذا القطار الفاخر بيعتبر نقلة نوعية في تاريخ قطارات سكك حديد مصر بتمثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية بتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب لتميزها بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية اللي بتصل ل160 كيلو متر في الساعة بالإضافة لوجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات واللي بتحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية بالإضافة لكراسي مخصصة لدول همم كمان فيها شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ونظام إنزار حريق للحفاظ على سلامة الركاب دورات مياه أيضا لأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم كمارات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وفيه متميز بيقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب دي كانت تفاصيل نشرتنا الخبارية من تلفزيون اليوم السابع انتظرونا بالمزيد من التغطيات وإلى اللقاء